محمد توفيق من المغرب نتطمن اكتر ايضا على بعثة النادي الاهلي الكرام وكل مشاهدات متابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان من جديد مع حضرتك ومن دلوقتي من مركب العرب الزولي وبالتحديد من حي المحمدية في الدار البيضاء ودي اول تدريب لان النادي الاهلي اللي بيخوضوا هنا بعد وصولوا يعني زهر اليوم يمكن الفريق زي ما قلت حالا كان اليوم طويل جدا النهاردة بداية من الحضور لمطار القاهرة في السادس صباحا ومن بعده الطائرة في السامنة وكمان وصولهم هنا في مدينة الدار البيضاء في السنة عشر زهرا بعد كده زي ما قلت الحالا كان الفطار في تمام السابعة والربع بتوقيت الدار البيضاء التساع والربع بتوقيت القاهرة يمكن من بعدها في تمام التساع والربع هنا بتوقيت الدار البيضاء عند حالا كانت الساعة 11 وربع الفريق اتحرك من فندق الاقامة لملعب التدريب هنا يمكن عاوز اقول لحالا ملعب التدريب هنا ارضيوته كويسة جدا ان شاء الله يساعد اللاعبين على اداء ميرانهم الاول هنا في مدينة الدار البيضاء يمكن عاوز أقول لحركة في إطار الأقاط الودية جدا ما بين النادي الأهل وأشقاه في كل الدول وخاصة الرجاء المغربي هنا في المملكة المغربية الشقيقة يمكن موفرين للنادي الأهل كل سبل والراحة يمكن ملعب التدريب على أعلى مستوى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهل ورئيس البعثة والمرافق للبعثة في كل مكان موجود هنا في ملعب التدريب لمؤذرة اللاعبين والوجود بجانبهم كمان دكتور محمد شوقي أعوض مجلس إدارة النادي الأهل وكابتن حسام غالي موجودين هنا لهم مؤذرة الفريق ومعهم خطوة بخطوة كل السبل والإمكانيات متاحة للنادي الأهل إن شاء الله يبكلل كل هذه المجودات إن شاء الله بتحقيق الفوز والرجوع من المغرب إن شاء الله بالصعود لدور قبل النهائي يعني زي ما أقول لحركة ده النهاردة هيكون أول تدريب للنادي الأهل إن شاء الله في أول يوم ليه هنا في الدار البيضاء يمكن كل اللاعبين 25 مشاركين في القيمة موجودين بإذن الله في التدريب ما فيش بس باستثناء علي معلول هو اللي بيجري بعض التدريبات التأهلية مع الجهاز الطبي هنا في الدار البيضاء بقيت اللاعبين بشكل أقصر من رائع إن شاء الله هيكونوا موجودين في الميران إن شاء الله هيكون برضو الميران غدا بإذن الله على نفس الملعب هنا مركب العرب الزولي بحي المحمدية في الدار البيضاء وإن شاء الله يعني آخر تدريب هيكون يوم الخميس هيكون إن شاء الله على نفس ملعب المباراة مركب محمد الخامس هنا في الدار البيضاء يعني تمنيتنا كلها بالتوفير للنادي الأهلي إن إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة زي ما قلت حركة الأجواء هنا أكثر من رائعة يمكن أجواء يعني يشملها روح الود والإخاء ما بين الأشقاء هنا في المغرب ومصر زي ما قلت الحركة في المداخلة الأولى دوت طبعا يعني في إطار المعاملة بالمثل اللي لقاها وفد الرجاء المغربي في القاهرة من النادي الأهلي كل الأجواء هنا إن شاء الله تقول إن احنا نشوف مباراة كبيرة ما بين أشقاء نتمنها إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي والصلاة الدور قادمة كمين كثبت أن أسامة تفضل نشكر زمينا محمد توفي شكرا جزيلا نطمننا على بعثة النادي الأهلي وحطنا في الصورة أول بأول